كل الشركاء يخافون أنه ينسح بالتائر الصدري لأن ماكو ضمان أن تبقى الدورة الانتخابية قادمة بالمناسبة موضوع أنه عدد المقاعد ما يدخل خل هذا يراد لدراسة أكثر لأنه تدري ليش؟ لأنه كثير من المرشحين لن يملكوا الأصوات أكو أكو أقضية مغلقة وماك عتبة أنت تحكي هذا اللي يراد لدراسة يعني الكثير من الأقضية مغلقة على التيار يعني لاحظ هذا بس عموما هو هذا يراد لدراسة أريد أن تقل الموضوع يا رأي تجاوبني باختصار هذا الموضوع رح أن أقشى شوية مطولا مع الدكتور الهيتي هل يمكن أن تتأجل الانتخابات بسبب هذا الدعوة؟ أعتقد إذا تأجلت أولا حكومة تفقد مصداقيتها ثانيا قوة السياسية تفقد مصداقيتها ثانيا سوف يولام التيار الصدري ويتحمل عبئ إضافي إذا تأجلت